بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع عشر بعد المئة الثانية الحمد لله وحده الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد ما زال الشيخ رحمه الله يرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان مجرد التصديق وقد نقلنا في الحلقة السابقة وجوها من رده عليهم وها نحن نواصل النقل في ذلك قال رحمه الله الوجه العاشر أنه لو فرض أن الإيمان في اللوات التصديق فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللوة ومعلوم أن الخاص ينظم إليه قيود لا توجد في جميع العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام ومعنى اختص به وذلك المجموع ليس هو المعنى العام فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه بل لا يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق الوجه الحادي عشر أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر بل لفظ الإيمان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر فالمقيد كقوله يؤمنون بالغيب هو قوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه والمطلق المفسر كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ونحو ذلك قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأمثال هذه الآيات وكل إيمان مطلق في القرآن فقد يبين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق فقد بيّن في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من عمل مع التصديق كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج الثاني عشر أنه إذا قيل إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب فإنما خاطبهم بلغتهم المعروفة وقد جرى عرفهم أن الإسم يكون مطلقا وعاما يدخل فيه قيد أخص من معناه كما يقولون ذهب إلى القاضي والوالي والأمير يريدون شخصا معينا يعرفونه دلت عليه اللام في معرفتهم مع معرفتهم به وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص وأمثال ذلك فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف قد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا والدعاء الذي صفته كذا وكذا فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق فإنه يبين أني لا أكتفي بتصديق القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب وحده بل لا بد أن يعمل بموجب ذلك التصديق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تكونوا كذا وكذا وفي قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وفي قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة كقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وأمثال ذلك فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو أن يكون تصديقا على هذا الوجه وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها ثالث عشر قوله لو فعل لتواتر قيل نعم وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة وأراد بالإيمان ما بينه في كتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به كقوله إنما المؤمنون وهذا متواتر في القرآن والسنة ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي ألف رائض ومتواتر أنه من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب وأن الفساق لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب قد تواتر عنه من معاني إسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره فأي تواتر أبلغ من هذا وقد توافرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره ولله الحمد ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا يناقض هذا لكن أخبر أنه يخرج من النار من كان معه شيء من الإيمان ولم يقل إن المؤمن يدخلها ولا قال إن الفساق مؤمنون لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله الجنة فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء الوجه الرابع عشر قوله ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها فيقال له الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح أبيا وأكثر من هذه الآيات ثم إذا دلت على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربي ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقول هذا ليس بعربي بل خاطبهم باسم المنافقين وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية ولم يقول إنه ليس بعربي لأن المنافق مستق من نفق إذا خرج فإذا كان اللفظ مستقا من لغتهم قد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عددهم في لغتهم لم يخرج ذلك عن كونه عربي وبهذا القدر تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر